اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجدي من يوم 22-12-2019 لغاية 2021 عطارد في برج الجدي لغاية مساء يوم 16 وبعدها بنتقل للدلو الزهرة في الدلو وبنتقل مساء يوم 13 للحوت المريخ في العقرب وبينتقل ذهر يوم 3 واحد بعدها للقوس المشتري في الجدي وزحل في الجدي أورانوس ما زال بيتراجع في عملية تراجع في برج الثور لغاية فجر يوم 11 نبتم في برج الحوت وبلوتو في برج الجدي بالنسبة للزوايا الخطرة أو المؤثرة خلال هذا الشهر اللي بتبلش طبعا قبل بثلاث أيام من تكوينها وفي زوايا راح تتأثر قبل تقريبا بأسبوعين أو ثلاثة يعني آثارها بلشت تتبين وفي أشياء بلشت آثارها تبين من خلال نهاية شهر 12 أو منتصف شهر 12 الزوايا هاي عنا يوم 12 واحد بيقترن عطارد مع زحل ومع بلوتو وكوكب زحل راح يقترن برضو مع كوكب بلوتو يوم 13 واحد راح تقترن الشمس مع بلوتو ومع زحل يوم 23 تربيع الشمس مع أورانوس يوم 28 تربيع المريخ مع نبتون طبعا احنا حكينا الشمس إلهب القيادات وإلهب الجيش إلهب الحكومات بأصحاب القرار أورانوس إلو علاقة بالانقلابات إلو علاقة بالثورات إلو علاقة بالغتيلات إلو علاقة بالأشياء المفاجئة إبلوتو الكوكب اللي بيقلب كل شيء رأس على عقب في لحظة زحل المعلم الصارم المريخ اللي راح يكون موجود طبعا في برج ناري وهو تكوينه النار إلهب الحروب وإلهب بالنار وإلهب بالأشياء اللي مش سهلة طبعا تكوين الكواكب هاي بما أنه أغلبها راح تكون موجودة بالجدي والجدي معروف عنه وبداية موسم الشتاء فرح تكون التأثيرات يعني والله أعلم إلهاي علاقة بالطبيعة نشوف الطبيعة إيش راح تعمل في خلال الفترة هاي ممكن أمطار ممكن ثلوج ممكن أعاصير بس أعاصير ما مش بتخوف يعني أعاصير إنها بدأت شيء لبلاد يعني ممكن إيش العلاقة بالنار بما أنه المريخ بلوتو أورانوس والمريخ برضو إلهم بالقيادات العسكرية يعني بدنا نشوف إحنا خلال فترة آخر عشر أيام من الشهر هاد إيش الآثار اللي ممكن تصير أو الأحداث اللي ممكن تصير وبعدها منشرحها إحنا ومنشوف إيش الأشياء اللي صارت ما بدي أعلق على أي شيء ما بدي أتنبأ بأي شيء وما بدي أتوقع بأي شيء خلي الأمور ماشي على تسهيل المولد تتركز هاي الفترة على العقارات والسكن والعلاقات العائلية راح تكون التقلبات والاهتمامات على الأمور العائلية والشخصية أو الصحية وممكن تكون إيجابية أو سلبية بالنسبة لموليد برج الميزان هاي الفترة يا بكم فيها ارتباط أو تغيير مكان سكن أو شراء عقار أو سفر أو كنت انتبهوا من تعب صحي لازم ينتبهوا من عصبيتهم وردات فعلهم وخاصة مع أحبائهم لأن العلاقة المتأرجحة عرض للانفصل لأن كوكب المريخ جاي في مكان حساس عطارد شوي بحكي لكو حدو من حركتكو لأنه ممكن يصر لكو شوية مشاكل من الحركة المندفعة والمتهورة بدك تدير بالك وبتحذر من المشدات الكلامية أو الجارحة أو الأخطاء والهفوات ممكن تجد صعوبة شوي في إبداء وجهة نظرك أو إبداء رأيك وخاصة بالأمور الشخصية والعائلية أما بعد عشرين الشهر هاي بتصير الفترة ممتازة جدا لأنه الشمس تعطيك دافع جدا من الحضوض وبتخفف من المشاكل وبيحل محلها الحب والحياة الاجتماعية والمهنية بعطيك طاقة رهيبة جدا بس أنك أنت استغلها وبعطيك حضوض ممتازة جدا بس ورضو استغلها المريخ يعني بينبهك بالأسفار والدراسة إنه بدك تركز في دراستك مظبوط ما تعتمد على الحض مظبوط لأنه بتكون متسرع حتى في تقديم امتحاناتك متسرع وبالسياقة متهور فبدك تنتبه لهذه النقطة ولهذه النقطة الفترة مناسبة ممكن تعطيك نجاح ممتاز جدا وممكن حتى لو على مستوى مباريات أو على مستوى منافسات إنك تحقق إنجازات وتكون شنص لإلك ولكن بدك تنتبه إنه المريخ هو اللي موجود في البيت الثالث لأنه بتزيد عدوانيتك بسبب لك بعض الخلافات وسوء التفاهم عليك تجنب التنقلات والأسفار اللي فيها مغامرة لأنه الوقت مش مناسب لهاي الأمور بالنسبة للمال والعمل فترة هاي فيه شوية فرص خصوصا لللي بيشتغلوا في مجال العقارات وممكن يجيك دعم عن طريق أخ أب أو إشي بعلاق البيت يعني منقدر نحكي إنه فيه تحسن على المستوى المالي أما الأمور الزوجية والعلاقات الاجتماعية والعائلية سعادة على المستوى العائلية وعلاقات عائلية جيدة الأمر مريح بالنسبة لإلك يعني معظم الشهر هاد راح تكون الأمور ممتازة ممكن إنه تنقل لبيت جديد أو تشتري بيتي جديد ممكن إنه يجيك وضيف جديد أو تسمع عن حد حامل أو بدو يجيك وطفلي جديد بس لما بصير إنه الشمس شوي بتنتحس وبصير فيه نوع من المشدات أو الخلافات العائلية أو الزوجية مش معنى هذا إنها انتهت الحياة وما تحاولوا إنكوا تكبروا الأمور تجاوزوها وبتمشي الأمور أنت بالشهر هاد شوي محبوب وحتى بمنحك هذا تقدير الجنس الآخر وهي فترة مناسبة للتسلي والترويح على النفس أما بالنسبة للكواكب شو بتحكي لك؟ المريخ قولك دير بالك من السفر داخل المدن وبدك تتجنب مواجه مع أخ أو جار أما بالنسبة للمشتري تتركز الاستفادي في مجال السكن والعقارات والترحال كما يزيد اهتمامك بأبنائك أكثر من السابق ومنهم من يفرح لمولود جديد له أو لأحد أفراد العائلة زحل بيحكي لك دير بالك من العصبية أثناء التعامل مع بعض أفراد العائلة منهم من ينتقل لسكن في مكان آخر بكون انتقال إجباري أورانوس بيجيب لك مفاجأة بيجيب لك مال بشكل مفاجئ من شراكة أو تعويض أو استرجاع ضريبي أو تأمين بلوته لأمور العقارية والعائلية بتكون تنتبه لأنه هذا فجأة هيك بيعمل شيء كبير نيبتون بيحكي لك تأكد من وضعك الصحي وعلاغتك مع بعض الزملاء يعني أراقب حالك إذا حتاجت مضاد حيوي يخذه إذا تعبت ارتاح ما تهمل حالك وظلك لا أنا بتحمل الفترة هاي شوي طاقتك بتكون مش مناسبة بسبب وضعية نبتون وهيك ممكن أن هنا توقعاتنا لهذا الشهر وفي النهاية منحكي والله أعلم احنا منتوقع ما منتنبأ ممكن ولا إش من اللي أنا حكيته يصير يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك سلام اشتركوا في القناة هم